تجنب بعض الأطعمة يمكن أن يساهم بشكل كبير في تحسين صحتك العامة، إذ إن بعضها قد يحتوي على سعرات حرارية زائدة، مودة حافظة، أو مكونات غير صحية. إليك قائمة بأهم الأطعمة التي ينصح بالابتعاد عنها أو تقليل استهلاكها. واحد، الأطعمة المقلية، الأطعمة المقلية مثل البطاطس المقلية، الدجاج المقلي، وغيرها تحتوي على كميات كبيرة من الدهون المشبعة والدهون غير الصحية، والتي تزيد من خطر أمراض القلب والصنة. اثنان، المشروبات الغازية والسكرية المشروبات الغازية غنية بالسكريات والصعرات الحرارية الفارغة التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن وتسوس الأسنان وتؤثر سلباً على مستويات السكر في الدم. ثلاث، المعجنات والحلويات الحلويات مثل الكعك والكوكيز والكروسون تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون وتزيد من مستويات السكر في الدم وتزيد احتمالية الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب. أربع، اللحوم المصنعة اللحوم مثل النقانق والسلامي والهوت دوغة تحتوي على مواد حافظة وملح بكميات عالية والتي قد تكون مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب وبعض أنواع السرطان. خمس، الأطعمة المعلبة تحتوي الأطعمة المعلبة غالباً على نسبة عالية من الصديوم كمواد حافظة، مما قد يؤثر على ضغط الدم ويسبب احتباس السوائل في الجسم. ست، الدهون المتحولة الأطعمة التي تحتوي على الدهون المتحولة، مثل بعض الأنواع من السمن النباتي والأطعمة المصنعة، قد تؤدي إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول الضر وتزيد خطر الإصابة بأمراض القلب. سبعة، الكربوهايدرات المكررة الأطعمة التي تحتوي على الدقيق الأبيض مثل الخبز الأبيض والمعكرونة العادية والمخبوزات تحتوي على كربوهايدرات بسيطة تهضم بسرعة وتسبب ارتفاعاً سريعاً في مستويات السكر في الدم. مما قد يزيد من الشعور بالجوع ويؤثر على الوزن. ثماني، الأطعمة التي تحتوي على مواد حافظة وألوان صناعية بعض الأطعمة المصنعة والمعلبة تحتوي على مواد حافظة وألوان صناعية قد يكون لها تأثير سلبي على الصحة. وخاصة على صحة الأطفال وقد تزيد من خطر الحساسية والمشاكل الصحية الأخرى. التقليل من هذه الأطعمة أو استبدالها بخيارات صحية يمكن أن يحسن صحتك ويزيد من طاقتك.